بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معا riveted joints ونستكمل أيضا failures of riveted joints أو الانهيار في وصلات البرشام بالطبع نتيجة لل over stress tearing of the plate across a row of riveted إحنا عارفين طبعا إن لما يكون عندي plate بالشكل ده كده البليت ده بيتعرض إلى إجهاد أو tensile load بيعمل على طول فيه tensile stress tensile stress قيمته sigma T بتساوي الفورس اللي هي B على الاريا طبعا الاريا هنا كل المقطع ده أما في حالة حدوث ثقب اللي بيحصل عندي أنه بيبقى في الثقب ده بيقلل من المساحة اللي بتحمل الاسترس أو اللي بتقاوم الاسترس بالشكل ده كده فصار بدل ما كان المقطع ده كله بيشيل المساحة صار عندي كل ده في جزء هنا بقيمة القطر بتاع الثقب اتخفض من قيمة الاريا اللي بتحمل الاسترس طيب نشوف البرامترز اللي عندنا أول حاجة B اللي هي البيتش أو الخطوة ال D اللي هو diameter of riveted hole T اللي هي thickness بتاع البليت سماكة اللوح sigma T اللي هو permissible tensile stress for the blade material B T اللي هو tearing resistance required to tear off the blade per pitch length والA T اللي هي بتمثل الاريا per pitch length لو أنا أخدت ده على الخطوة الوحدة هيبقى البيتش البيتش ناقص D ولو أخدتها على العرض الكلي بافتراض ان العرض الكلي بيساوي B small يبقى في الحالة ديت هيبقى الطول ده كله B small minus D اللي اتنين طبعا لما يتضربوا في T هيطلع لي الاريا اللي بتشيل L stress يبقى هنا كده الAT بتساوي زي ما احنا قلنا هنا كده البيتش ناقص D في T والبيتش بيساوي طبعا sigma T في الAT وبالتالي بيساوي البيتش ناقص D في T ضرب sigma T ده أول نوع من أنواع الاسترس أو الفلير اللي ممكن يحصل نتيجة الاسترس تنسايل استرس النوع التاني اللي هو shear stress shear stress ده بيحصل على المصمار هنا في الحالة ديت طبعا اللوح ده بياخد نص المصمار ده في الاتجاه ده واللوح التاني بياخده في الاتجاه ده فبالتالي المقطع المتأثر هنا بيحصل عندي shear stress من النوع اللي هو direct وقمته Tau بتساوي force B على الarea والarea هنا اللي هي مساحة مقطع المصمار النوع ده طبعا بسميه single shear وده بيحصل في lab joints وال butt joints مع single strap يعني عندي فيه cover plate ده في جهة واحدة فقط فبالتالي بيحصل عندي single shear الدبل shear بيحصل فين بقى في butt joint مع double strap يعني فيه لوح فوق ولوح تحت فبالتالي بيلاقي مقطع هنا بيتأثر ومقطع ايضا هنا بيتأثر لكل مصمار فبيحصل عندي two area بتحمل shear stress عشان كده بسميه double shear قيمة double shear عندنا برضو البرامتر زي اللي بيتكلمنا عنها والدي التاو هنا اللي هو permissible shear stress او اقصى اجهاد او الحد المسموح بيه من الاجهاد القص الps هنا اللي هو طبعا في حالة double shear theoretically بنضرب في اتنين يعني كما لو كان مقطعين هما اللي بيشيلوا stress او shear stress يبقى في الحالة دي الps باخد ضرب area في التاو ضرب n اللي هو عدد المسمير طبعا ده area واحدة لمصمار واحد في عدد المسمير يجيب الarea كلها اللي بتشيل shear stress ده single shear نفسه في double shear لكن بضرب هنا في اتنين على اعتبار ان عندي لكل مصمار two area carry the shear stress نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله